وينضم إلينا من باريس عبد الناصر العايد الخبير العسكري والإستراتيجي أهلا بك عبد الناصر العايد على شاشة العربي إذن نظام رادار موزع على عدة دول عربية مع إسرائيل غير مسبوق ما طبيعة هذه المنظومة من الناحية العسكرية ومن يشغلها إن كانت موزع على عدة دول من يسيطر عليها بشكل رئيسي مساء الخير ما دمنا نتحدث عن منظومة رادارية فقط غير مصحوبة بمنظومة دفاع جوي صواريخ فنحن نتحدث عن منظومة انذار مبكر فقط انذار مبكر هدفها حماية الأمن الإسرائيلي بالدرجة الأولى هذه بالتالي ستكون مدارة ومقادة من قبل الإسرائيليين وربما يكون هناك شريك محلي لكن لا يحتمل أنه يسيطر على معطياتها هل ثمت أيضا ضمانات لحماية هذه الدول المشاركة من الطائرات المسيرة من الصواريخ بطبيعة أنها مشاركة في هذه المنظومة وعلى أراضيها؟ لا يوجد أحد في منأة عن هذا السلاح الجديد الدرون أو الطائرات المسيرة الكل ضمن حالة التهديد والكل قادر على اتخاذ إجراءات مضادة لكن الحقول دون وصولها إلى أراضي أي دولة بما فيها الدول المتقدمة علميا ما زال في طور عدم الإمكانية المطلقة الأسلحة المضادة لهذا النوع من الطائرات في كل مكان من العالم هي ضئيلة جدا لذلك أعتقد أن التحرك الإسرائيلي هذا لعمل هذه الشبكة الواسعة الممتدة من البحرين والإمارات إلى الأراضي الإسرائيلية مرورا بالعراق وسوريا ولبنان وكل هذه المنطقة وهم بالتأكيد لديهم منظومات رادار تغطي كل هذه المنطقة هي لمحاولة تقليل خطرها إلى الحلول الدنيا خطر طائرات الدرون والصواريخ البعيدة في المدى هذا التكتيك هو نوع من الرد على محاولة إيران الوصول إلى قرب الحلول الإسرائيلية وزرع منظومات صاروخية مثل الحزب الله على حلول إسرائيل هم يريدون أن يذهبوا أيضا إلى حلول إيران برأيك سريان حتى نلم بكل المعطيات مدى فعالية هذه المنظومة؟ أعتقد فعالة جدا بمجال الإنذار الموكر لكن بمجال التعامل مع الأهداف التي يتم رصدها لن يكون هناك أهمية كبيرة لها سيكون بالإجبار التعامل من إسرائيل سواء بصواريخ بعيدة المدى أو من خلال الطيران لا أعتقد أنه تم نشر ولم يتم الإشارة إلى نشر صواريخ مرافقة لمنظومات الرادار الموجودة ما زال الحديث عن منظومات فقط رادارية وهذا كما قلت إنذار مبكر يتم التحضر من داخل إسرائيل لعمليات الرد لكن هذا مع الوقت أعتقد أنه سيجلب أيضا نوع من الأسلحة المضادة مثل ربما المضادات الليزرية المعروفة التي تنتشر على نطاق واسع لطائرات الدرون وربما أيضا منظومات صواريخ وربما في وقت ما يتم التعامل معها بالطيران الحديث يطول عن المخاطر المحتملة لانكشاف الأسرار العسكرية لهذه الدول المشاركة شكرا لك جزيلا عبد الناصر العايد انتهت المداخلة الخبير العسكري والاستراتيجي من باريس شكرا لك